الكردي بالأحباط والسأم كما يشعر اليوم فجهده بزراعة عشرات الدونمات من أرضه الزراعية بالحنطة وشعير في قريته القصية شرق أربيل ذهب تباء بعد أن خذلته الطبيعة بالحصول على محصول وفير أبريكان لم يحصد سنتمترا واحدا من دونماته التي تحولت بفعل الجفاف إلى مراع للحيوانات الجائعة تقريبا عن 30-40 دولهم يعني زرعنا كل شي ما عسلنا كل هذه ناحية الحيوانات يعني ما يكون يعني أشوفك هنا شوف هذا الزراع يعني ما حصل إشي والسبب هو يعني مطر يعني تقريبا يعني ثلاث سنوات سنتين هو مطر قليل هنا ما يمطر يعني أبريكان أعطى وعدا بتحدي الطبيعة لكن آخرين من سكان القرية فقدوا الصبر على التحمل وقد يختارون الهجرة إذا ما استمر الحال على ما هو عليه انظر ماذا فعل بين الجفاف وقلة الأمطار قريةنا قد تصبح جرداء يابسة لو استمر الحال بدون أن تفعل لنا الحكومة شيئا مسؤولو الزراعة كانوا قد رجحوا منذ آيار الماضي انخفاض إنتاج الحبوب في الإقليم بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي بعد ظهور بوادر الجفاف في عدة مناطق في كردستان ويبدو أن تحليلاتهم كانت صائبة بالنسبة لإنتاج الحنطة في أقليم كردستان في السنة الحالية والموسم الحالي هي أقل بحوالي 20% من الموسم السابق طبيعا هذا يأثر على الفلاحين لأنه يؤدي إلى انخفاض دخل الفلاح وجهود الأقليم كردستان في السنة الأخيرة هي دعم الفلاحين من أجل تأمين مصدر مياه لغرض سقل محاصيل وبالأخص محاصيل حنطة الشتوية ويشير خبراء زراعيون إلى أنه في ظل فقر الطبيعة المائي وفقر الحكومة المادي سيستمر انخفاض إنتاجية الأرض الزراعية في كردستان إلى أدنى مستوياتها في ظل تقديرات تشير إلى أن حاجة الإقليم من الحبوب لا تقل عن ستمائة ألف طن من القمح سنويا في الوقت الذي لم تصل مستويات الإنتاج من المحصول ومنذ عامين إلى أكثر من ثلاثمائة ألف طن في العام الواحد من أربيل يوسف المندلاوي السومرية